اكدوا فريق سيدي بروجيكت ريد بأنهم في آخر لحظات التطوير للعبتهم الضخمة سايبربانك 2077 وبعد انتهاءهم من تطويرها راح ينتقلون للجزء جديد من السلسلة The Witcher وهذا الجزء الجديد ما راح يكون الجزء الرابع لكنه بيكون في نفس عالم The Witcher والآن هم جالسين يرسمون الرسمات الأولى لهذا المشروع هذا الأسبوع طلعنا إن إشاعات توضح بأن سوني أخذت حقوق إنتاج لعبة Silent Hill من شركة كونامي هذا غير إن فيه شخص المنتدى 4chan يقول إن كان موظف سابق عند كونامي وإن شركة سوني حصرت على حقوق إنتاج للعب Silent Hill و Castlevania وأيضاً Metal Gear الآن إحنا سمعنا مصادر مختلفة يتأكد إشاعات سوني في إنتاجها للعبة Silent Hill وهذا يفتح باب التوقعات بأن الإشاعة حقوق موظف كونامي السابق قد تكون صحيحة وبنشوف Castlevania و Metal Gear من سوني انتشرت تسريبات عن مراحل تطوير Death Stranding اللي شكلها واجهت مجموعة من الخلافات من بين هدي و كو جيما و سوني حل كيف يدير المشروع ولحسب الكلام اللي طلع اللعبة صار لها ريبوت وهذا غير توجهها بشكل كبير لأنها كانت في الأساس سودوية وتتمحور حول كونها كتجربة رعب والريبوت هذا صار لها قبل سنة ونص من إصدار اللعبة وهذا كان بسبب الخلافات من بين سوني و كو جيما وضاف المسرب بأن باقي فرق تطوير سوني كانت منزعجة من الفلوس اللي أخذها كو جيما على هذا المشروع اللي ما حقق نجاح تجاري كبير نيفيديا تشجع جمهورها في استعمال القوة التقنية الكبيرة للكميوتراتهم الشخصية حتى يحاربون فيروس الكورونا وهذا عن طريق تحميل تطبيق Folding at Home وتفعيله هذا البرنامج يوزع وظائف المحاكاة على الأجهزة المشاركة اللي تقوم بالتطبيق هذا الوظائف وبعدين تعيد النتائج إلى مركز البيانات الخاص بالتطبيق والهدف من المحاكاة هي فهم سلوك الفيروس بشكل أفضل والمساعدة في العثور على علاج له تقدرون تحملون هذا البرنامج في الديسكريبشن تحت مايكروسوفت كشفت كل المواصفات للعتادة المهمة لجهازها الـ Xbox Series X واعلنت عن المعالج المصنع خصيصا للجهاز من شركة AMD الثماني النواة بقوة 3.8 جيجاهيرتز من فئة Zen 2 بينما كرت الشاشة بيكون 12 تيرا فلوب ومصمم خصيصا للجهاز بالمعمارية الحديثة RDNA 2 الذاكرة العشوائية بتكون من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجا بايت وبفضل الميموري باندوث العالي في القراءة المعلومات والـ I-O throughput في معالجة الأوامر بشكل سريع راح نلاحظ نقلة مبهرة في فترات التحميل وبنفس الوقت هذا المجال فتح في التنقل من بين أكثر من لعبة بدون ما نقفلها الجهاز برضو فيه ذاكرة تخزين خاصة من نوع NVMe SSD بحجم 1 تيرا وهذا بيعزز لأداء أفضل في سرعة التحميل ونقل البيانات برضو راح تقدر على توسعة المساحة التخزينية الداخلية عن طريق كرت تخزين مشابه لسعة التخزين الموجودة في الجهاز بحجم 1 تيرا برضو حتى غير أن الجهاز راح يدعم ذاكرة قرص الصلب الخارجية عن طريق USB 3.2 وتم تأكيد على دعم منفذ HDMI 2.1 المطور اللي يدعم 4K ب60 فريم ويوصل حتى 120 فريم بالثانية